اشتركوا في القناة بسم الله الحمام الكداب سموه حمام الكداب عشان بيكون ورك الفرخة بيكون على هيئة حمامة بالزبط على الشكل هنعملها لكم بتركة مصرية وقاكلة بسطلة مصرية حلوة هتعجبكم مية في المية اول ما نبدأ نقول بسم الله على بركة الله نبدأ في تركة الحمام الحشرة بتاعتها الاول بسم الله معي واحد عدد من البصلة هنقطعها تقطيع مكعبات صغيرة رسلاز خالص بسم الله معلقة من الزيت معلقة من السمن بعد ما هنعمل التواقق هنعمل الخلطة بتاعتها هنشوف طريقة الخلي بالزبط في الحمام ازاي تقدر تخلى الورك كامل بطريقة سهلة ومبسطة بعد كده هنعمل طاجن البطاطس بعد كده هنعمل الرز بالشعرية الشيف فوزي بيقلب فيه على طول مرحب به طبعا الشيف فوزي اشرف اول ما نبدأ بسم الله واحد عدد من الزيت والسمن معلقة ومعلقة والبصلة وبيقلب طبعا في الرز بعد ما حمرنا الشعرية بتاعتها هنقول عليها الطريقة بتاعتها الوقت على طول حالا بعد كده فصي من التوم والما ديروا قدام خضراتكم على الهوى سهلة جدا وتركيبات بسيطة تنفع للحمام حشوات للحمام كامل وحشوات للفراخ حطينا واحد عدد من البصل واحد وفصي من التوم ونقلب قلب الرز يا فوزي بعد كده كبت وقوانس او صدور فراخ او لحمة مفرومة اي حاجة تحبوها في الحشوات لو الرز بس صف ما فيش اي مشاكل هننزل بحوالي ربع كيلو من اللحمة مع البصل والتوم ونقلب بعد كده هننزل بنصف كباية من الرز المصري بسم الله هحطينا البصل هحطينا التوم هحطينا اللحمة المفرومة او الكبد والقوانس او ارس صدور الفراخ تقطيع مكعبات صغيرة كله شغال ونسيبها شوية على النار ونديها سبع تواب المشكلين بسم الله نتبل عشان نعمل احلى تركة فلفل قصمر شوية من الملح شوية من الملح بعد كده هنضيف شوية من الخضرة شابة وبقدونس وشوية من النعناحة اختياري الخضرة جميلة جدا بتدي تركة وطعم حلو قوي قوي في الحشو بتاعي ونسيبها على النار براحتها خالص بعد ما حطينا البصل والتوم وحطينا اللحمة المفرومة وضفنا عليها الكباية الرزة او نص كباية الرزة على حسب عدد افراد القصرة حضرات رده جميل وسهل جدا هنعمل حلو حادة مع حضراتكم بالحمام الكذاب وراك الفراخ بعد كده نرجع نشوف الحمام بتاعنا بتركة السهلة البسيطة وعبارة عن وركة كامل مخلي زي ما احنا شايفين قده مع حضراتكم اهو المحلول بتاعنا المحلول منقوع فيه الخل والملح الخل والملح ومعلقة من السكر والمية الكتير بسيبه حوالي ربع ساعة هنبدأ نفصل نقول باسم الله اول حاجة بالتركة بتاعتي الورك بتاعي كامل اهو ابدأ افصل العضميتين من بعض بعد كده بطريقة سهلة وبسيطة بالسكينة وابدأ انزل اخل العضمية خالص من اللحم باسم الله طريقة مباصطة خالص وسهلة نفتح العضمية من الجنب اهو سهلة جدا واجيب العضمية من جوه التانية افصلها قدام حضراتكم واحدة واحدة بتركة بسيطة وسهلة عشان لو حضرتك حبيت تخلي في البيت تعمل الحمام الكداب بالحشوات بتاعته الجميلة بيكون سهلة وبسيطة بسم الله ادي العضمية التانية اه بسم الله واحدة واحدة ما حضراتكم خالص اهو بالراحة بدأنا نخلي خلينا العضمية الاولى وادي العضمية التانية شلناها خالص من بنفس الشكل وبنفس التركة ايدي الحمام بتاعنا اشيل العضمة التانية اللي حابب يشيلها مفيش اي مشاكل اللي حابب يسيبها سهلة زي ما احنا شايفين حاجة شفافة وجميلة ونفس الشكل بتاع الحمام هتطلع معاكم هتشوفوا قدام حضراتكم وارك تاني مرة تانية اهو وزن الفرخة بتاعتي حوالي اتنين كيلو ونص اول حاجة ابدأ افصل العضميتين من بعض الاول خالص بسم الله بعد ما فصلت العضميتين بكل سهولة وسهلة ايه ااخد الجزء بتاع اللحمة من جوة وافصلها بتركة بسيطة وسهلة ايه بسم الله واحدة واحدة بعد كده امشط العضمة قلة بيفوز الخلطة وقلة بالرز نفس النظام بضهر السكينة بضهر السكينة خطة اتنين اكثرها خالص العضمية بسم الله من غير مقطع الجلد بتاعي واشيل خالص الجلد وابدأ افرغ من جوة مكان الحشوة ادي العضمية التانية ايه بس شايفين حضراتكم بسم الله كده عرفنا كلمة الحمام الكذاب بيكون شكل الحمام بالزبط شكل الحمام لكن هو وبياخد نفس الطعم ونفس التركة بتاعته بنفس الطريقة قدام حضراتكم خلناها خالص بكل سهولة وبساطة جدا 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 نبدأ بقى نحشي الحشوة بتاعتنا قبل ما نحشيها فلفل أصمر في الوركة عندي من جوة بعد ما تبلت الوركة بتاعي بالملح والخل ومعلقة من السكر وشوية من المية تطلع ما فيش زفارة ولا اي ريحة خالص في الفراخ نبدأ نضيف فلفل أصمر شوية من الملح خفيف بسيطة وابدأ أشكل أو أطعم الوركة بتاعي من جوة بعد كده بجيب الخلطة الخلطة بتاعتي مع الرز الرز بسيط والخلطة بسيطة وسهلة نبدأ نحشي بسم الله ناخد شوية ونحشي الحمام نحشيها بالفريق نحشيها بالرز نحشيها بأي باللحمة منفروبة بس ما فيش أي مشاكل قدام حضراتكم هوا وابدأ أضغط ضغطة لجوة عشان تاخد شكل الحمام والزبط بسم الله نفس الشكل ما حاولشي أن أنا أحط حشوات كتير عشان طبعا الرز هيستوك كامل بتاخد حوالي ساعة اللي تلتف الفرن بعد كده بلم الورك كامل بسم الله زي ما احنا شايفين اهو قادي الشكل النهائي تاو بالحاجات التفصيل الجميل والدلع نجيب الصينية بتاعتنا وانزل على القفل من تحت واضغط عليها لو حبيت حضراتك تسلوئيها بورقة السلوفان نبدأ نعملها نلفها رول ونسيقها عادي وبعد كده نحمرها وندخلها فرن ما فيش أي مشاكل الملح والفلفل الأصمر واتبل الورك كامل من جوه تدي طعم وتركها حلوة بعد كده ااخد البصل مع الرز مع اللحمة المفرومة او الكبد او الصدور الفراخ وانزل بيها واحدة واحدة ما حضراتكم اهو بسم الله واضغط وليف لفة كاملة شكل الحمامة وارس على نفس الترتيب بسم الله وسنة من الملح كل حاجة بتركات بسيطة وسهلة بنجيبها لحضراتكم عشان تكون أكلة مفيدة ليكم بألفانة وشيفة كله يتعلم نضغط في الحشوات وألف لفة كاملة على نفس الطريق على حسب عدد أفراد أسرة حضراتكم بألفانة وشيفة نتبل الحمام الكداب ننزل بالرز واللحمة ونضغط واللفرول لفة كاملة بسم الله وقادي الفلفل أصمر الملح والحشوة بتاعتنا اللي حابب يحشي لحمة مفرومة بس مع البصل معصجة ما فيش أي مشاكل كل واحدة على حسب إمكانياته الأكل رغبة وزوء بنديكم المعلومة وانتوا بقى شكلوا زي ما انتوا عايزين بعد كده بجيب معايا معلقة من الصلصة معلقة من الصلصة معلقة من الكاتشاب بسم الله شوية من زيت الزيتون أو الزيت العادي شوية من الفلفل الأصمر شوية من التواب المشكلة شوية من الملح خفيف وبسيط تابلنا الرز تابلنا تابلنا الحمام بعد كده نديله التركة بتاعته الجميلة مع شوية من الخل وأجيبه بالفرشة بسم الله قدام حضراتكم أهو أعمل له الوش الجميل هيقعد حوالي نصف ساعة بالزبط أو ساعة اللاتلت هيكون مستوي سوى كامل لو حضرتك ما عندكيش الطايمر أو على مية على درجة حرارة مية وتمانين أو ميتين ما فيش أي مشاكل برضو على حسب درجة حرارة الفرن بتاعة حضراتكم يستوي معنا بكل تركاته وحركاته الجميلة بسم الله خلصنا الطابقة الأول المطبق بتاعنا يتلم في عشر دقايق بأحلى طعم وأحلى تركات ما عندناش حمام نعمل أحلى حمام يطلع مع الرز الأبيض ويطلع معه ندخلوا الفرن زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم هو نخش الفرن نصف ساعة بعد كده ندخل على الطابقة الثاني الرز الأبيض الجميل للمصري اللي هيطلع معه الحمام وإحنا نقعنا الرز بتاعنا المصري خمس دقايق بالضبط في المية بعد خمس دقايق صفناه وغسلناه غسلة كويسة جدا نحمرنا الشعرية في معلتين زيت ومعلتين سمت وقلبنا الرز لازم طبعا الرز يسخن يكون درجة زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم هو على الهوى مباشر على طول بنساوي كل حاجة بالجمال والدلع في الصحة والجمال مع أحلى قصط وأحلى صطف كامل في الصحة والجمال بعد كده في الشربة بتاعتنا أو في مية سخنة أو في أي حاجة ننزل بسم الله على بركة الله ادى الطاشة الجميلة والطاعم الأجمل بالحبهان ورق اللوري وجسط الطيب وقال لبي عم وليد أحلى مخرج معانا وأحلى معدين وأحلى مصورين وأحلى جمهور طبعا ده أما حاجة الجمهور هو أما حاجة عادي عادي هو زي ما احنا شايفينه حوالي بالزبط بيزيد حوالي سنتي بالزبط فوق الرز بتاعنا الرز بتاعنا منقوع هنسيبه يغلي خمس دقايق بعد كده نهدى على الرز عشان نتقل على الرز يستوي نروح على الطبق التالت بتاعنا الطبق الجميل بعد ما الليم مطبخنا هنجيب هنعمل طاج مطاطس جميل معاه نضيف عليه شوية من الصدور شوية من شوية من الصدور أو سادة على حسب الرغبة بسم الله مكان الفراخ على طول نجيب حوالي البطاطس اللي احنا عايزينها كيلو من البطاطس أو نص كيلو من البطاطس على حسب عدد أفراد أسرة حضراتكم عادي عادي اهو ونجيب البولة بتاعتنا ونقول بسم الله نقطع البطاطس شرايح عادي عادي اهو بسم الله واحد كيلو من البطاطس على شوية من البصل على الطماطم على الفلفل الأخضر على فصم من التوم على عصير الطماطم على معلاتين من الصلصة على شوية التابل الجميلة حاجة تطلع سادة معانا مع الحمام انزل بالبطاطس النهاردة معداش ولا وقت خلص انزل بالبطاطس والمقدير قدام حضراتكم على الشاشة بتاع البطاطس الجميلة بعد كده البصل بسم الله بعد كده واحدة كمان عدد من البصل كمان عشان ما نحرمش البطاطس بتاعتنا نيف ناي صحية مية في المية مع طبق الصلطة الجميل مع الحاجات الحلوة بطاطس وبصل وفلفل وطماطم احط فلفل الوان مفيش اي مشاكل احط فلفل اخضر حار او بارد مفيش اي مشاكل شكله طعمه نزبط صفرة حلوة لاحلى جمهور واد الرز معانا بيغلي معاه فصصي من التوم او ثلاث فصص من التوم غفرم شوية من اللحمة اللي باقي معانا نزلها كله نيف ناي معلقتين من الصلصة بسم الله اللي عايز حابب ان هو يحط يضيف اللي حابب ان يضيف عصير طماطم بس ما فيش اي مشاكل عصير الطماطم التوابل الجميلة سبع توابل مشكلين حبهان ورق الله ورجس طيب الكزبرة الكبابة الصيني كل حاجة مشكلة حصى نطحنها اول باول بيبقى تكون الطعم بتدي تركة جميلة جدا وطعم حلو قوي بتدي روايح ممتازة شوية من الفلفل الاصمر عادي 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 اهو بعد ما ضيفنا البطاطس اللي حابب يضيف خضرة ما فيش اي مشاكل كرافس بصل اخضر كزبرة اي حاجة على حسب الرغبة بتدي روايح جميلة قلب كله مع بعضه البطاطس مع البصل الجزر يضيف ماشي مع اللحمة المفرومة هلابقى كله مع بعضيها وهاتي يا باشا الرول بتاعنا ما فيش مرأة ولا اي حاجة شكرا عم عزب من غير اي شرباته ولا اي حاجة تنشف منها لنفسها مع الطماطم الجميلة وارس هكيلي عم عزب مشا الله عليه مسك يا فوزي اروس ايه اللي حاجة بتاعتي الجميلة ياوه 19 معقولة دي شوية بقى من الخضرة اختيار اختياري شوية من الخضرة اختياري بيدي طعمه رائحة حلوة جدا جدا بيدي الطعم والتست والتركة مش معنى ان انا بعمل اكل نعمل اكل وخلاص لازم ندي بقى فيه تركات وفنها في المطبخ في الصحة والجمال شوية بقى من الفلفل الحر اللي ما بيحبوش عم واليد المخرج الجميل واحد بيتين من الطماطم طرنشاط نشكل وندخل الفورن لمدة نص ساعة على حسب ما تستوع وعلى حسب درجة حرارة الفورن اتاح اضراتكم ما هو الفلفل الحرارة ده ما انا بحب انا الفلفل الحرارة يا عم واليد احنا عينينا عم واليد لا يا بشا لا 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 الفلفل الحرارة اعتبر انه مش موجود خلاص بس هو مش هدي تركة بسيطة بس حاجة خفيفة نشاط طابل من فوق حاجة بسيطة وخفيفة الطاجم بتاعنا الجميل هنروأ مطبخنا خلصنا الحادق بتاعنا صنية البطاطس وعملنا الحامل الكداب بكل تركاته وعملنا الرز المصري بالشعرية بعد كده نطلع ان شاء الله بإذن الله نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم نشوف الحلو بتاعنا الحبيبة طبق الشرق الجميل هنشوفه نعمله ازاي ورجعنا مع حضراتكم قبل الفاصل عملنا مع حضراتكم الحامل الكداب بكل تفصيله بكل تركاته وسهل وبسيط غدانا مش بيكلف كتير بيكون اقتصاد مية في المية لكن هما حاجة في تركات المطبخ فنه والفن انتوا ان شاء الله عليكم احسن تعملوا احسن مننا عملنا مع حضراتكم رحمة الكداب وعملنا طاجن البطاطس او صنية البطاطس الجميلة الخفيفة اللذيذة وعملنا الرز المصري بالشعرية قدام حضراتكم قبل ما نقلب الرز بتاعنا بنحط معلقة من الزبدة او السمن البلدي معلقة واحدة بس بسيطة كده خفيفة نلاب مع بها الرز بتاعنا ونقلب نشوف الرز الجميل قبل ما يتحرق قصد قبل ما يستوي زي ما احنا شايفين هو الجمال والدلع والدلال كله معنا هنا حتى التسوية معاكم المفلفل الجميل بالطعم والتركات الحلوة بعد كده نبدأ ونقول على الحبيبة الحلوات الشرقية الخفيفة اللذيذة الحبيبة طبق سهل جدا وبسيط ومش مكلف هنبدأ نقول باسم الله على بركة الله معانا ايه الدقيق هتنزل المقادير قدام حضراتكم مع طول هننزل بالدقيق وننزل بالسكر بودرة وهننزل بالزبدة بدرجة حرارة الغرفة زي ما احنا شايفين كده عم عزب معانا او شكرا للمخرج الجميل لأستاذ وليد عمارة وشكرا للمعدة لأستاذة سارة مصطفى وشكرا لأم عزب وشكرا لكل اصطف الصحة والجمال الناس اللي بتتعب بجد بعد الاول ما نقول المقادير حطينا الدقيق وحطينا السكر بودرة وحطينا الزبدة بعد كده نضيف الصميت سلام عليكم ماما ترون مرحب بيك ازاك يا ماما ترون مرحب بيك ازاك يا سيتك كل مرحب بيك من وراءنا ربنا يحفظك وزيد تسلم ربنا يحفظك وزيد تسلم تسلم الله احلى قناة وكل حاجة وانت احلى وانت كلك زور ربنا يحفظك وزيدك يا رب وبركلي في اولادك الله يخليك وشكرا لأستاذة صورة والمخرجين والقائمين على القناة كلها تمام تمام كله سمعك كله سمعك الله يخليك واشترك على عكلك الجميل تسلم ربنا يحفظك يا رب وبركليك في اولادك عندك اي سؤال لا بعمل تهنيئة بعمل تهنيئة بعمل تهنيئة طبعا رويند فكلية الاعلام اتخرجت وخدت درجة امتياز ان شاء الله وخدت امتياز الله الله عليك لا احنا لازم نعملها اكلة ونعزم كل المشاهدين يا ربنا لا 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 مش هينفع عصي مش هينفع التهنيئة اكيدا على التلفزيون احنا نعزم كل المشاهدين ويكون في مدان عام ونعمل اكل ببير تسلم ربنا يحفظك ويزيدك تسلم الف الف مبروك عليها شكرا لاتصالك يا فن حطينا الزبدة حطينا جزت الهند حوالي كم كباية وسيزة سارة جزت الهند كبايتين ولا تلاتة يا سيزة سارة يا عم سارة يا مش معنا حطينا جزت الهند حطينا الصميد حطينا الزبدة بعد كده نبدأ نغلغ المقادير قدام حضراتكم على هواع طول مباشرة كبايتين من جزت الهند نص كباية من الصميد نص كباية من الدقيق نص كباية من الزبدة بدرجة حالات الغرفة عملناها نعملها بتركة حلوة حطينا الفانيليا مع البيض واحد عدد من البيضة وهنضيف شوية من العسل خفيف خالص العسل بتاعها بيكون كبتين من السكر على كبتين من الماء على عصير الليمون على معلقتين من عسل الكولوكوز وقلب كويس وأخدم العجين بتاعي بسم الله بسم الله نخدم العجين بتاعي مع جزت الهند الجميلة والحاجات الحلوة ضفنا جزت الهند ضفنا الصميت نقلب كويس هنخدمها خدمة حلوة مع جزت الهند الجميلة تطلع تركة وطعم حلو بنعملها بتركة بسيطة وسهلة وبنعملها بالطريقة بتاعتنا لها كزا طريقة زي ما احنا شايفين اهو شوية من العسل خفيف تاني عسل كولوكوز او عسل تقيل ونقلب بسم الله زي ما احنا شايفين اهو او كنت روسي وكنت لعم معزل ده مش معلق حطينا جزت الهند حطينا الصميت حطينا الدقيق ضفنا واحد عدد من البيضة ضفنا الفانيليا عليها ضفنا العسل زي ما احنا شايفين بعد كده نبدأ نصبعها بالشكل اللي احنا عايزينه بسم الله في صاد ما يكونش مدهون اي حاجة خالص عشان الزبدة بتاعتنا هتسيح زي ما احنا شايفين ورشت بكمبادر خفيفة والمقادير قدام حضراتكم على الهواء صلاة الله الناس نمت زي ما احنا شايفين بسم الله اشكل حلوة وجميلة خش يا فوزي فضل فضل صبع يا شيفي صبع بتخش على درجة حرارة هادية جدا الفرن يكون هادي ما يكونش عالية والستاذ عادل السلام عليكم يا استاذ عادل السلام ورحمة الله وبركاته مرحب بيك يا غالي الله خليك مش مهندس كل سنة ونتو كمال الصح يا غالي ربنا يحفظك وامرنا ربنا هيدعلكم زينا حسناتكم إن شاء الله الله أمين الله أم حفظك يا غالي تسلم لي والله أعزين نسأل عنا يعني وصف الرز المعمر باللحمة المفرومة يعني كده عينينا باش عينينا على طول حالة نقولك علي حاضر 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 شكرا لاتصلك يا فن بنصبع أي صوابع أي شكل اهو حاجات خفيفة ولزيزة وسهلة الشرمات بتاعها عبارة عن كبايتين من كبايتين من السكر على كبايتين من المية على معلقة من عسل الكولوكوز لو مش موجود عادي بنضيف عليها نصف لامونة بسم الله الرز المعمر بتعمل بالحليب هو عبارة عن كباية من اللوحة لحقا عمناها في الطاجل لازم نقلل الرز وننقع الرز حوالي خمس دايب الزب بعد كده بنعصج اللحمة بتاعتنا بالطريقة بتاعتنا الجميلة ان شاء الله يبقى ليه طريقة حلوة هنعملها مع حضراتكم نعملها ونضيف على نعصج اللحمة وندخلها مع الرز نقلب كله مع بعضيه مع التوابل مع كل حاجة بعد كده بنضيفه في الطاجل ونضيف عليه الحليب مع القشطة وندخله الفرن لمدة عشر داعة وعلى حسب ما يستيهه بالزب بيقعد حوالي نص ساعة يكون درجة حلوة الفرن هادية هنعمله ان شاء الله بإذن الله ما حضراتكم في حلقة من الحلقات عملنا الحبيبة طبق شرق جميل من الصميت والدقيق وجست الهند نص كباية نص كباية من جست الهند نص كباية من الدقيق نص كباية من الصميت كباية تيم من جست الهند ما تضاف عليها واحد عدد من البيضاء او اتنين عدد من البيضاء لحسب العجيب ما ياخد وحوالي مع القتين من العسل اي تقيل او عسل الكولوكوز وعملناها شكلناها في الصاج بتاعنا الجميل اهو اهوش تصبط ولا اي حاجة صارة الناس نايمة نردها لسامين او لا تفضل فن تمام زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم اهو هندخلها الفرن لمدة نص ساعة على حسب ما تستوي وتاخد الوش بتاع الجميل ناس كيف هو زي نوضب بقى الصفرة بتاعتنا الجميلة مع الحمام وطاجن البطاطس والرز بتاعنا بسم الله وادا الرز بعد ما استوى السوى الكامل بتاعه نبدأ نغري في الرز بتاعنا طريقة عمل البتزا طريقة عمل البتزا كوباية من الحليب كوباية من الحليب متضاف عليها معلقة من الخميرة معلقة من السكر رشة ملح معلقتين من زيت الزيتون او الزيت العادي حوالي واحد عدد من البيض ممكن نحط الزبادي مفيش اي مشاكل بعد كده بنضيف الدقيق على حسب الحليب قدامنا او على حسب المكونات بتاخد كوبايتين كوبايتين ونص زي ما احنا شايفين من فلف الجميل او ونسيبها تختمر حوالي عشر دقايق بالزب بعد كده بنجيبها في الصينية بتاعتها بيكون صينية متوسطة ونفردها ونسيبها حوالي خمس دقايق وبالشوكة ونغرزها ونبدأ نعمل الصلصة بتاعتها اللي هي عبارة عن عبارة عن فاصل من التوم او تلف صلص من التوم مع بصلة صغيرة بسيطة وسهلة بعد كده قد الرز بتاعنا ما عليش بقى عندنا عندنا مشاكل جامد في الاتصالات في الكنترول نحن بنقصف للناس اللي هي بتتصل بينا لان الكنترول عندنا ورسالة على صفحة كتير بجايلنا بالاسئلة بتاعتنا احنا هنجاوب هنجاوب على حضراتكم كل حاجة تبعتوها نجاوبها تمام كيكة البرتقان وهي عبارة عن تلب بضاط الجمال والدلع في الصحة والجمال بعد ما الحمان بتاعنا يطلع كيكة البرتقان وهي عبارة عن تلب بضاط كباية ونص من السكر بسم الله استوى السلام عليكم محمد انا عليكم السلام يا شيف ازاك يا محمد مرحب بيك انا بشكرك جدا والله شكرا لك يا محمد تسلامينا ربنا يحفظك ويزيدك والله كل اكلتك تحفظ الله يحفظك تسلامينا الله يحفظك يا محمد تسلام الله يخليك عندك اي سؤال اه ممكن اعرف طريقة رموش السد عينينا عينينا رموش السد حاضر حاضر شكرا لاتصالك يا فنم رموش السد نفس التكرار نفس التكرار الحبيبة بس الجسد الهند ما يكونش كتيرة هي عبارة عن كباية من الدقيق كباية من الدقيق ما تضاف عليها نص كباية من الزبدة مع نص كباية من الصميت مع حوالي نص كباية من السكر البودرة بنضرب الزبدة مع الدقيق بنضرب الزبدة مع السكر البودرة لياخد القوام الكريمي بعد كده بننزل بالدقيق وننزل بالصميت وننزل بجسد الهند بيكون خفيفة شوية حاجة بسيطة بعد كده بنصبعها وبنعملها وبالشوكة ونعلمها ان شاء الله هنعمالها لكم برضو بالطريقة كويسة ونجيبها لكم المشاهدة السلام عليكم حالو المشاهدة مرحب بيك عايزة اتعلم المكارون البشاميل عايزة المكارون البشاميل اه عانين يا باشا عانينة تحت امرك على طول حالة نجاوبك عليها بعد كده مندخلها الفرن بعد ما بنعجن لو حضرتك عايزة تعجنها كلها مع بعضيها الزبدة مع الدقيق مع الزبدة مع الدقيق مع الصميت مع جسد الهند يكون خفيف بيكون بسيط زي الحبيبة الحياة بتاخد جسد الهند كتير شوية والشربات بتاعها بيكون كبتين من السكر تلات كبات من الميا تلات كبات من الميا معلقة من عسل الكولوكوز وعصير اللمونة ويغلي حوالي عشر دقايق بالزبط عشر دقايق تشكيل بتاعنا والجمال في الصحة والجمال أكلاتنا بسيطة وسهلة واقتصادية مية في المية المكرونة البشاميل بنسل المكرونة بتاعتنا حوالي سبع دقايق بالزبط سبع دقايق المكرونة متعجنش مني في مياه كتير معلقتين من الزيت وشوية من المرح رشة ملحة خفيفة بعد كده بنضيف عليها بعد ما نسلوها نعصج اللحمة بتاعتنا ربع كيلو أو نص كيلو من اللحمة بنضاف عليها بصلة واحد عدد من البصل والفلفل والتوم نعصج بعد ما بنصلو المكرونة بعد ما بنصلو المكرونة بنعصج اللحمة بتاعتنا ونضيف عليها معلقتين من الصلصة أو عصير الطماطم تتعصق كويس لو حضرتك حابة أن أنت تضيفي اللحمة على المكرونة ونقلب كله مع بعضيه بعد كده بنعمل البشاميل اللي ما فيش أي مشاكل عايزة تعملها طبقات برضو ما فيش أي مشاكل تسلم بعد كده أهم حاجة البشاميل هو عبارة عن معلقتين من السمن معلقتين من الزيت ما تضاف عليها ما تضاف عليها ست الكل سلامة ما اتأخرت خالص النهاردة yeah حاج يا حاجة النهاردة عندك تأخير جامد 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 فيش أيام سلام عليكم ست الكل ست الكل أنا أحب أن أنا أفتتح به كنت ما نفعش والله 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 ماينفع لا 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 ينور عليك أنه عملنا التفصل أن مافيش شبط حيكي على أنا ست الكل حيكي أنا حيكي على دماغي والله الحكتك جميلة جميلة الله يحفظك لا بأس أنت اتأخرت عليها النهاردة كتير كتير يا أم لا مشهيم خلال. لا الله تسلم لي على الناس كل اللي عندك. لا المشكلة علىك. تمام تسلميلي يا ستة كل رب. والله منور منور للا بده كل حاجة جميل. تسلميلي يا ستة كل ربنا يحفظك ويزيدك يا رب مباركت لي فيك يا رب يا ستة كل. انت والحاجة. ده لسه عشرا جدا. تسلميلي تسلميلي يا ام يا غلية. شكرا لانتصالك. عشر ده عايزيني نطلع الحبيبي قبل ما نطلع. قبل ما نعملها. يا رسالة على صفحة والمقارونة البشاميلة هنقولها تاني بعد ما بنصل المقارونة بتاعتنا سبع دقايق سواني يا ستكولي سواني هجاوب على حاجة حاجة بالراحة ما تيجي الجاوب انت هنا بقى فيه حاجة صارة مالك ايه ده شو علي المقارونة البشاميلة سبع دقايق بنسلقها بقى في مية وزيت حاجة فوزي بنورنا يا حاجة فوزي سلام عليكم ان شاء الله وبركاته يا حاجة التأخير ده يا حاجة ما ينفعش الكلام هيا حاجة معاك سلام عليكم وعليك يا والحاج وزي صحتك كيف الحال لبنا يحفظك لنا ويباريك لنا فيك يا رب كده ويديك الصحة ويقول لي عافية يا رب وفريل اعداد كله وفريل اعداد كله بسلام عليكم المخرج الجميل والمعزم وكله تسلاملي يا غير وعليك وعليك يا عم الحاجة ربنا يحفظك ويزيد ويبارك لنا فيك. تسلامني تسلامني وربنا يديك الصحة يا بالحج. ربنا يبارك لي فيك يا رب. المكرون البشاميل المكرون البشاميل اللي بعد ما عملنا البشاميل بتاعنا في معلقتين زيت ومعلقتين سمن معلقتين زيت ومعلقتين سمن نقلب على نار هادي اهم حاجة اهم حاجة في البشاميل عشان ينجح معنا كويس لازم نقلب على نار هاديا بعد كده بنضيف الحليب ده في او بتالج مفيش اي مشاكل بعد كده بنقلب تقليب كامل لحد ما ياخد القوام بتاعي التقيل لو حبيته تضيفه عليه اشطا او كريم لباني او اي حاجة زي ما انتوا تحبوها كلها معمولة بعد دي ما وصكت اللحمة وعملت المكارونا اضيف عليها حوالي معلقتين من معلقتين من البشامل في المكارونا واللحمة وقلب كله مع بعضه بالتوابل والملح والحاجة بتاعت الجميلة بجيب الصينية الفرن واضيف عليها اجيب صينية الفرن واضيف ام معاز السلام عليكم ام معاز ام معاز السلام عليكم معلش الخط فصل ام معاز راجع معنا لاتصال تاني الخط النهاردة معلش احنا ياسفين طبعا للناس اللي بتتصل واحنا على صفحة البرنامج بنجاوبكم والكده بعد ما عملنا المكارونا والبشامل زي ما اتفاتت مع حضراتكم المكارونا والبشامل معلقتين بالزبط واللحمة المفرومة وقلبة كلها مع التوابل بنزل في الصينية بتاعت الفورد بتاعتي احط عليها مادة دهنية بعد كده واضيف عليها بضيف عليها شوية من البشامل بسيطة وانزل بالمكارونا كلها لو حبيته تعملوها طبقات يبقى طبقة من المكارونا بعد كده احط الطبقة طبقة اللحمة تاخد كمية كتيرة اللي انا ولا هيك يا فوزي تاخد كمية كتيرة بعد ما بيخلص خالص بجيب واحد عدد من البيض على البشامل اللي باقي واقلب كل مع بعضيه حبيته تحط جبنة متزرلة او جبنة مبشورة بعد ما وصب البشامل بتاعي لو الجبنة المتزرلة بضيفها قبل البشامل لو الجبنة المبشورة العادية باضيفها بعد البشامل اللي باش اي مشاكل لتدخل اعملها في الوش ادخلها الوش اعمل لها وش جميل بتاخد حوالي 10 دقايق بالزلطة في الفورن بتاخد 10 دقايق هات النشام اهلوه السلام عليكم أبو عاصم سلام عليكم مرحب بيك أبو عاصم الله يمور عليك يا شوية عليك الله يحفظك أبو عاصم ربنا يبارك فيك ربنا سليل والله يبقل لحضرتك ما هي أفضل طريقة لكوارع الكبيرة في السرق؟ لماذا؟ كوارع كبيرة في السرق الكوارع الكبيرة عنين؟ هل عندك حلة بخار؟ حلة ضغط؟ لا والله لا والله على عنين يا باشا أقولك على الطريقة بتاعتك حاضر نجاوب على الكبدالسكندراني أحلى حاجة في الكبدالسكندراني اللي تجيب آخر المكان بنضيف عليها 50 جرام من الدهن الضاني 50 جرام بالضبط بنزل معلقتين من الزيت ومعلقتين من السمن زيت بس ماشي أو سمن بس ماشي ما فيش أي مشاكل على حسب اختياركم أو حسب رغبتكم بعد كده بننزل بالخمسين جرام مقطع مكعبات صغيرة خالص في الدهن وأقلبها بتاخد ريحة كويسة أو تركة كويسة أنزل بخمس صصص من التوم والفلفل يكون كتير حار أو بارد أو بارد حار أو بارد ننزل بيه بعد كده بعد كده بننزل بالكبدة عصافيري أو كبدة مكعبات ما فيش أي مشاكل كبدة مكعبات وننزل ونزبطها ونديها معلقة من الكركم معلقة من الفلفل الأصمر معلقة الله أنا ورايك عم عزة تسلم إيدك والله تسلم إيدك الجمال والدلع كله في الصحة والجمال كله بيجيب لكم بقدر الإمكان نوصل لكم معلومات سهلة وبسيطة على قد إمكانياتنا وعلى قد إمكانياتكم وعلى قد تفكركم يارب يكون أكلاتنا كلها بتعجبكم اللي مش عاجبه أي حاجة يبعات لنا على صفحة واللي يحب يأكل أي حاجة يبعات لنا على صفحة البرنامج أكلة بسيطة مصرية شكرا لكل شكرا لكل المساعدين وكل الاصطفات وكل القصة الجميل بتاعنا بعد ما قلبنا الكبدة وخلصناه أمو مروه السلام عليكم ألو بكثير ألو سلام عليكم عشان طلع حبيب يا فوزي تسلم إيدك على الحميم الجميل وعلى أكلات الحلوة اللي تبقى تسلم يا أمو مروه تسلم الله يحفظك ويزيدك هنطلع لك حميمة عشان خطرك اوه وعايزين نشكرش على الصريقة الجميلة اللي انت تقدر تتوصل لنا باري معلوم شكرا يا سيتك كل ربنا يحفظ لك أولادك ويبارك فيك يا رب شكرا لاتصالك وشكرا لزوء جدا عندك أي سؤال؟ عندك أي سؤال؟ عايزة كيكة الطايجر الطايجر ما شاء الله ماشي على عينينا حاضر تحت أمرك كيكة البرتقان الجبل ايه لا مش جديدة ده جميلة والله العظيم جميلة أول هنقول عليها مهم أسأل ومشادين بتاعنا مشادين بتاعنا بيجيبوا الحياة الجميلة كيكة الطايجر هنقول كيكة البرتقان الأول 3 تلب بيضات كوباية ونص من السكر كوبايتين من الدقيق معلقة من النشا اختياري كس من البكنبودر لو حابب اننا نعملها أسفنجية كاملة بنخل النشا مرة واحدة بس مع الدقيق كوبايتين الدقيق معلقتين النشا كس البكنبودر بنخلهم مرة واحدة وعدسيبهم على جانب بعد كده بضيف السكر مع البيض مع الفانيليا أو بودرة البرتقان أو عصير البرتقان أو بشر اللمون أي اختيار أي حاجة من الطعم ان انت تحبوه بعد ما بضرب في الخلاط او في المكنة البيض مع السكر بضيف كباية من الحليب كباية من الحليب عليها واضرب كويس مرة تانية حوالي دقيقة بعد كده بنزل بالدقيق وقلب بالراحة بالنشا والدقيق والبيكن بودر بعد كده بضيف بعد كده بضيف السمن اخر حاجة خالص واضفة في الصينية يكون متوسط حجم 26 المتوسط الصغيرة ومرتين او تلاتة نزلها او خبطها او تخبطين تلاتة بعد كده بعد ما خبطت اخبطها ادخلها الفرن في نص الفرن الكيكة ما تنزلش على الصغ خالص بتاخد نار بيكون شاملة من كله مجميعه نص ساعة بالزبط تطلع معكم كيكة ممتازة كيكة الطيجر بناخد النص بعد ما باضرب المقدار بتاعي السمنة مع الحليب مع البيض مع السكر مع الدقيق مع كله ويكون المقدار بتاعي كله تجنس مع بعضيه بجيب نص ونص بضيف نص من الكاكاو النص التاني يكون ابيض معلقة ومعلقة ومعلقة بتعمل معي خطوط جميلة جدا اللي هي الطيجر هتيجي تقطعوها ان شاء الله يكون لها فيها تركة بسيطة بعد ما بعمل المقدار كامل زي ما قلت لحضراتكم ان انا بنزل بالجزء منه بمعلقة من الكاكاو الجزء التاني يكون فانيليا اصب شوية في الصينية يكون مبطنة البطنة بتاعتها او الفرشة بتاعتها عبارة عن لسه شو كمان الفرشة بتاعتها عبارة عايزين نطلع الحقيقة قبل ما نخلص ها فوزي هيتخصم منك النهر ان شاء الله بعد ما نعمل معنا مين اهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي كثير تمام دي أجد عمي اما رئيسك كل ما ارحب برك منقور يا سيت السياسة الله يحفظك يا سيت كل تسلمين ربنا احفظك تسلمين لي الله يعرف يا سلي تسلمين لي قلت عزها فتاركة عاملة كفتا عينينا قفتة الفراخ ولا قفتة الحياة ولا قفتة ايه قفتة الفراخ تمام؟ علي عنين يا سيت كل عال جمال والدلع في الصحة والجمال والدلال كل ومع الحماو متكدا علي عنين يا سيت كلها اشتطن Ijta الشكل والجمال في الحشوة والحاجة الحلوة والبخار اللي طالع ما بيطلعش اللي في الصحة والجمال في عكلة بسيطة مصرية زي ما احنا شايفين اهو هادي الشكل بتاع التركة بتاع الحمام بتاعنا بعد بعد ما طلع هنطلع حبيبها الاول مش هنطلع قبل ما نطلع على حبيب نارضي ما عملناه وفي ايه اسئلة تانيه تقولي اسئلة اه ما احنا قلناك كبير اسكنران يا حاج لا اقول حاجة تاني الطيجر عم قلنا الطيجر عملنا الحمام الكداب عملنا بتركات وبسيطة وسهلة واكتصادية وركة الفرخة خلناه من العظم قدام حضراتكم بكل طريقة وسهلة وبسيطة بعد كده طعامناه بالفلفل الاسمر يا استاذ اسماء السلام عليكم السلام ازيك يا استاذ اسماء مرحب بيك مرحب بيك او مورينا عايزة اسل الشيفة على حاجة او مورينا اسألين يا ستة كل معاك الشيفة عايزة اسل الشيفة على حاجة او مورينا استة كل اندور الشاشة يا شيف الله يحفظك يا سيد الكل تسلميلي تسلميلي ممكن أصل على سؤال اتفضلي عزة عزة أعرف طريقة الفراخ البنية حاضر عينينا حاضر طريقة الفراخ البنية حاضر طريقة الفراخ البنية أقولك عليها طريقتها لعطول حالاً للوقت قبل منص الحبيبة اللي قديتين هم خلاص بقديتين ونص طلع طلع الفراخ البنية مية البصل بأخد بصلة نص كباية من عصير اللمون والخل بضربهم في الخلاط مع شوية من المية بسيط عشان الخلاط يمشي معايا بعد كده بصفي وأخد المية بتاعته أضيف عليه معلقة من التوم البودرة معلقة من البصل البودرة معلقة من التوم البودرة معلقة من البصل البودرة وأضيف عليه التواب المشكلة حسب الرغبة جميلة العسل بتاعنا بسم الله مع حبيبة ضيف الجمال والدلع طبقك على طول بقى فوز على طول حاضر ما انا قلت على التقاريز المعمر العسل بتاعنا هو شوية من العسل تشرب على طول مع جسد الهند والحياة الجميلة جسد الهند والصميت والزبدة والسكر البدرة كلها امكانيات بسيطة وسهلة جدا هتلمساكها عشان طلعه في الطبق و هتطلعه على كده احسن طلعه على كده احسن لا والله اللي انت عايز اللي تقوله عليها مع الزب طبق الرز المعمر قلنا لحضراتكم الرز بنجيبه بنقاه حوالي خمس دقايق بالزبط بعد ما بنقاهه خمس دقايق بنضيف عليه اللحمة المعصجة او الفراخ او اي حاجة او اي حاجة طعم تحبوه والاستاذة روان احنا طبقا بنهني الاستاذة روان على حصولها على درجة انتياز في اعلام الف الف مليون مبروك لها طبعا الاسكندرية واهل اسكندرية دايما الفخر والحاجة الجميلة من اسكندرية ربنا ان شاء الله يصل الحال كده ويفتح الشواطئ عشان نعرف نروح لصيف عندكم خليكم مركزين معي الرز المعمر هو عبارة عن الرز منقوع خمس دقايق ما تضاف عليه ما تضاف عليه التوابل وما تضاف عليه اللحمة المعصجة او الفراخ بعد كده بنضيف سوانا عم عزب انا كل ما اشرح عم عزب بتعمل كل ما اشرح الرز المعمر مش هازي تشرح ايه خدمة يا فن تأمرنا يا فن تأمرنا باش تأمرنا معلي ننقع الرز خمس دقايق بعد ما نقعنا الرز خمس دقايق بنضيف عليه الحشو اللي احنا نحبها الفراخ او اللحمة بعد ما عصقناها نضيفها عليها ونضيفها عليه التوابل ونضيف عليه كل حاجة ونقلبها كله ما بغضيها ونحطها في الطاجن بعد كده بجيب كله من الحليب منضاف عليه اشطة او كريمة لباني وده اطعم حاجة لما يكون الكريمة اللباني لو عايز تأكل فعلا رز معامر صح بيكون الحليب الحليب بيكون سخني جدا واقلب معاها الاشطة او الكريمة اللباني واضيفها مع الرز والحشوات كاملة في الطاجن بعد كده بسلفن الطاجن بتاعي ودخله الفرن لمدة تلت ساعة بعد كده بكشف الغطا او السلفر بتاعي وياخد وشي من فوق يطلع معاك رز معامر بالطعم الجميل اهم حاجة ان يكون الرز ما يكونش كتير عن الحليب يعني يكون حوالي كباية على كل الحليب كباية واحدة بالضبط من الرز منقوعة بتنع خمس دقايق واضيف عليها التوابل واضيف عليها اللحمة المفرومة او الفراخ بعد كده بنزلها في الطاجن واضيف عليها الحليب بالاشطة او بالكريمة اللباني بيطلع طعم جامد جدا جدا بطعمه لزيز قوي بياخد وش كريمي حاجة طعم لزيز كانت حلقتنا النهاردة حلقة بسيطة وسهلة عملنا مع حضراتكم الحمام الكذاب وعملنا طاجن البطاطس السهلة البسيط البصل والفلفل والطماطم والصالصة 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 والطماطم وعملنا الحبيبة بتركات بسيطة وسهلة يارب يكون كلامنا خفيفة على قلوبكم وخفيفة على جيوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته